أهلا وسهلا بك الآن الأزمة السودانية كما يعلم الجميع بأنها أثرت على المنطقة أو المناطق المجاورة بشكل كبير إذا ما تحدثنا قبل أن نتحدث عن الحلود يعني ما هي إنعكاسات الحرب أو المشكلة السودانية على دول الجوار بحقيقة إنعكاسات الشريدة السلبية وليس السلبية فقط سواء فيما تعلق بالجانب الأمني باعتبار أن منطقة عمليات عسكرية والسودانية يرتبط بحدود مع سبع دول بالتأكيد عدم وجود استقرار داخل السودان يؤثر أمنيا بشكل سلبي جدا على دول الجوار الجانب الآخر الجانب الإنساني الدول الأصل محيطة بالسودان دول كلها تعاني مشاكل حتى وإن بدت مستقرة مثل مصر إنما تعاني مشاكل اقتصادية ليست قادرة على استعاب هذا الكم من النازحة الأمم المتحدة يتحدث عن ثلاثة ملايين نازح أو ما يزيد عن ذلك سواء داخل السودان أو خارجه مصر أصلا كانت تصديف حوالي خمسة ملايين سوداني أضيف إليهم حوالي ربع مليون آخرين حقيقة عبء كبير جدا سواء على الجانب الأمني أو الجانب الإنساني السودان بتأكيد من الدول المهمة السودان ليست دولة صغيرة وإن بدت أن بها مشاكل طول الوقت إلا أن السودان دولة لها موقع استراتيجي ولها حضور سواء على السعيد السياسي أو على السعيد الاقتصادي وعدم استقرار دولة مثل السودان بتأكيد يؤثر بشكل صعب جدا على دول الجوار طيب الآن مصر يبدو أنها خطط هذه الخطوة وهي منذ اندلاع الحرب وهي تقف إلى جوار السودان بحكم العلاقات الأخوية الموجودة وحكم البعد العميق بين الدولتين إلا أن الآن تم الاتفاق على آلية وزارية كيف سيكون شكلها؟ دعنا أولا نقول أن المصار المصري والمصار الرابع في محاولة حل الأزمة السودانية ثلاث مصارات فشلت حتى الآن وإن كانت أقرت بعض الهدن التي تم اختراقها مصار مجلس الأمن والسلمة الأفريقي التابع للتحدي الأفريقي ومقر أسيوبيا مصار منظمة الإيجاد مصار جدة كما يطلق عليه الذي تتشارك فيه السعودية مع اللغة المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية والثلاث المصارات الثلاث فشلت في أن تحاول حتى تخفيض سقف النزاع بين الجيش السوداني الرسمي بقيادة البرهان وقوات الرد السريع والدعم السريع بقيادة حميدتي نظرا لأن البون شاسع جدا بين رأي الجانبين والجانبان يرفضان أي حلول ومن ثم وجدت مصر نفسها أمام مسئولية تاريخية كما كانت دائما مصر بالنسبة للسودان والسودان بالنسبة لمصر هي قدار الحائط كما نقول عليها وهي الفناء الخلفي للأمن القوم المصري وليست جزء من أمن القوم المصري فقط لما جزء الأصيق من أمن القوم المصري إذا سمعتلي في هذا الجزء أستاذي الحبيب محمود الآن أنت تقول بأن ثلاث تحركات من ضمنها تحركات دولية وما حدثها طبعا بإشتراك من الولايات المتحدة والسعودية وكذلك لم تنجح كل هذه التحركات ولم تهدى المعارك حتى في الهدن التي فرضت في الأيام السابقة ما الذي ستعمله هذه الدول وأقصد هنا الدول الأفريقية المجاورة للسودان طالما أن كل التحركات الدولية فشلت شوف يعني خلينا نقول وبصريح العبار إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية لدى القوة الدولية وأقصد أمريكا والقوة الحريصة على أمن السودان سوف يتم وقف هذا النزاع أما حتى الآن يعني الحقيقة كما أراه كمراقب أنه لا توجد رضا حقيقية على وقف هذا النزاع وأن هناك من يسكن إيران هذا النزاع ما تميزت بها القمة قمة القاهرة أو القمة التي دعا إليها السيدة الرئيسة بفتاح السيسي أن هناك آلية وزارية سوف تكون معنية بالشأن السوداني تراقب وتتخذ تقدير موقف ثم بعد ذلك ترفع الأمر للقادة حتى يتسنى الوصول إلى المشاكل الأساسية والنقاط الأساسية للخلاف سوف تعقد هذه الآلية الوزارية أول اجتماع لها في تشاد ربما لم يحدد معه بعد ولكن أتصور أنه سوف يتم تحديده خلال الفترة القليلة القادمة ما ستكون هذه الآلية الوزارية معنية مباشرة بمراقبة الوضع أولا وتسهيل الجهد الإنساني سواء الإقليمي أو الدولي ثانيا القضية التي ربما أفشلت المسارات الثلاثة الأخرى هو أنه كان هناك من يريد أن تكون قوات مراقبة دولية وهذا يعني تدخل عسكري مباشر بالتأكيد طبعا وبالتأكيد هناك عشرات الأمثلة على فشل مثل هذه التدخلات في إنهاء الصراعات واللمازة عندنا كثيرة سواء في مالي أو في غيرها من الأماكن طيب أستاذ محمود الآن طالما أن هناك آلية وزارية وهذه الآلية كلفت بالمراقبة ونظرا للفشل وتوقعات الفشل فرضا إذا رفعت الآلية الوزارية هذه النقاط من الفشل ما الذي بيد هذه الدول التي شاركت اليوم في القمة بفرض ضغوط وهل تذهب بأن هناك ستشكل قوات مشتركة مثلا أو تحالف أو شيء من هذا القبيل لا يشوف يعني هو المنهج السياسي المصري والدبلوماسية المصرية تقوم على عام الرئيس وهو عدم التدخل في شؤون الغير ومصر ترفض تماما في كل النزاعات التي تدخلت فيها أن يكون هناك تدخل مباشر في شؤون الغير وبيان القاهرة أكد على ذلك أكد على الحفاظ على الدولة السودانية وعدم التدخل الخارجي في الشؤون السودانية إذا جرى ذلك بالفعل سوف يكون هناك أرضية على الأقل يعني كل الأمل المعقود كان على قمة القاهرة هو البحث عن القواسم المشتركة بين دول الجوار وبين الأطراف السودانية للوصول إلى أرضية يمكن البناء عليها وليس إنهاء الصراع لأن الصراع أعتقد أنه لن ينتهي في وقت قريب